رئيس جامعة باتنا واحد مساء الخير بروفيسور مساء الخير الأستاذ ياسر وأشكرك على هذا التواصل العفو بروفيسور بداية هل يمكن أن تضعنا في قلب ما حدث اليوم في جامعة باتنا واحد شكرا في الحقيقة نأسف لما حدث لما جرى في وسط جامعي في حرم جامعي حدثت مناوشات بين الطلبة يحتبون على تنظيمين طلابيين كما علمنا للأسف شديد أن الحادثة يبدو أنها وقعت بالبارحة في حي جامعي أثناء حفل مقام هناك يبدو أنها وقعت مناوشات فيما بينهم لكن تحول الصراع إلى الجامعة في البداية كان بين اثنين لكنه للأسف الشديد ونقولها بمرارة أن الحدث تسارع من خلال كل طرف طلب الحمية وطلب النجدة ويريت لم يحدث ذلك مفروض أن يحدث تفاهم بين طالبين أو بين أستاذين أو بين عاملين هناك قنوات هناك الحوار هناك نقل الإنشغال وعلى الهيئة الأخرى والجهاد الأخرى أن تتبنى ذلك بما تراه بالحكمة والموعظة والنصح لكن للأسف الشديد حدث ما حدث ونحمد الله على كل حال أنه في العراجة في الإعلام وفي جهات أخرى روجت بأن هناك تسعة ضحايا أو من شبه العدد ليس كذلك الضحايتان فقط وفي جروح خفيفة وقد تم تواصلهم مع المستشفى وتمت مداواتهما وتم خروجهما من المستشفى أنا الآن لما كلمتني سيدي كنت في اللقاء مع هذه التنظيمات جمعاتهم كلهم بما فيهم الذين تسببوا في هذه المأساة أنا أعبر عنها بالمأساة لأننا نحن نخبة ونكون نخبة التي يفترض أنها تكون في الغد هي التي تفوض هذا المجتمع في مختلف المواقع لكن لا نملك إلا أن نتأسف لكن للإعلام حتى يعلم مواطنين وأولياء طلبتنا وطلبتنا أن الجامعة لم تغلق تم اتخاذ قرار لأن الأمر خوفا أن يأخذ منح أبعد فظلنا أن نضحي بنصف يوم الذي تدارك الأمور والحمد لله تدركناها والآن الذين تسببوا في المشكلة تمعنا به وتم التسامح والأمور والجامعة غدوة مفتوحة لطالبتنا وطلبتنا ويطمئن كل الأولياء وإن شاء الله فقط أن الإدارة لن تتسامح مع الذين تسببوا في المشكلة هذا الأمور لا ندخل عليك ممتاز. بروفيسور عبد السلام ضيف رئيس جامعة باتنا واحد شكرا على هذه المداخلة الهاتفية